موسيقى مثل ما ان وجدنا اليوم متضامنين مع الشيخ رائد ارجو اتمنى بنفس الحضور والكثافة ان نكون يوم الاحد سعة عشرة في المحكمة المركزية في القدس صحيح ان المحكمة ستبت في شروط اطلاق صراح الدكتور اسلمان بناء على قرار المحكمة العليا السابق ولكن وجودنا مع الدكتور اسلمان ليس ابدا اقل من اهمية وجودنا مع الشيخ رائد ومع كل اسير من اسرنا ومن اسر ابناء شعبنا فاتمنى ان شاء الله بنية المشاركة في المحكمة يوم الاحد عشر الشهر سعة عشرة في المحكمة المركزية في القدس وبنية ان شاء الله الصلاة في المسجد الاقصى المبارك من اجل ان نراغم انوف هؤلاء الظالمين بما يخص الشيخ رائد واللي تفضل فيه المحامي ابو محمود الاستاذ مصطفى سويل واضح جدا ان المحكمة محكمة سياسية والاعتقال اعتقال سياسي واعتقال كيدي سواء كان بظروف الاعتقال او كان اليوم باستمرار تمديد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية علينا ان لا ننسى الشيخ رائد يحمل رسالة الشيخ رائد يحمل فكرة الشيخ رائد يحمل مشروع في الزمن والظرف والوقت الذي فيه العرب والمسلمون من الصغارهم لكبارهم يتهفتون لتقبيل رجلي اسرائيل ورجلينة يومش يديه في هذا الوقت ان يقف الشيخ رائد يقول لا ويغرد خارج سرب التطبيع والهرول وتقبيل الايد والارجل فحتما يراد له ان يدفع ثمن الشيخ رائد هيئ لان يدفع ثمن نحن بوقوفنا معه وشدنا على يديه نحن نؤكد على ان هذا الثمن وكل ثمن يرخص في سبيل الحفاظ على ثوابتنا القدس والمسجد الاقصى المبارك ثوابت غير قابل للمساومة مهما كانت النتيجة الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد واذا كانوا في كما سمعنا انه في واحد من الاتهم كون الشيخ رائد قال ان الحركة الاسلامية لم تمت وانها ستستمر هذا الغباء هذه الحماقة الاسرائيلية غير المعهودة غير المعهودة أنا أجزم وأقول بأن هذا من العلو الكبير الذي الله سبحانه وتعالى تحدث عنه قبل السقوط الكبير هذا العلو الكبير الذي يسبق السقوط الكبير والمدوء لهذه المؤسسة الظالمة بناء على قلت مرة وأسأكد الآن نحن مسلمون قبل إذ نكون حركة إسلامية نحن انتمينا للحركة الإسلامية وسيلة لخدمة الإسلام وإذا كانت حذرة الحركة الإسلامية فلن نتخلى عن استمرار خدمة الإسلام ونصرة الإسلام وقضايا شعبنا مهما كان الثمن هذا شيء لا نساوم عليه أبدا ولا يمكن أبدا أن نقبل المساوم عليه الشيخ رائد نستودع في ذمة الله إن شاء الله في رعاية شعبه في حضن شعبه في أمانة ضميره الذي يأبى عليه أن يساوم على قضايا شعبه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربه ويطلق صراحه وكل أسرى شعبنا إن شاء الله بوركتم جميعا وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله في نشاطات وفي وقفات مع كل أسرى شعبنا حتى يتكلل هذا الموقف بالنجاح إن شاء الله شكرا للمشاهدة